بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. اتكلمنا يا جماعة عن الترانزيشن. كتبنا الشورت كود بتاعه. الشورت هند كود اللي هو بيكون فيه الخواص كلها. في الدرس اللي فات. زي ما عملنا كده زي ما انتم شايفين. كتبنا الترانزيشن. والاربع حاجات اللي بتحطوا جواه. او الحاجة الخاصية. بعدين الديوريشن. وقت الانتقال. بعدين التايمينج فانكشن. بعدين الديلي. طيب. قلنا ان احنا ممكن نكتب الكود زي ما انتم شايفين. ونحط الخواص كلها في كود مختصر واحد. زي وزي 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 الكلام ده كله. طيب. النهاردة هنعمل ايه? النهاردة هنشرح خاصيتين من الخواص دي ونشوف القيم الافتراضية بتاعتهم ونشوف اصلا ليه نستخدمهم لوحدهم. يعني ليه ما نستخدمش الكود اللي هو الشطر واحد اللي هو الكود المختصر. طيب. الحاجتين اللي عندي ايه هما? والترانزيشن ديوريشن. طيب. هنيجي هنا زي ما احنا. هنسيب المسال ده ونشوف ازاي نعمله بالكود اللي هي كل خاصية منفصلة لوحدة. هكتب انا ترانزيشن داش بوروبرتي. لاحظوا يا جماعة حاجة مهمة جدا. ما تنساش يا جماعة البيريفكس. الويب كيت والمودزلة والابرة. انا بعيد الموضوع ده في كل درس لاني خايف ان حد يدخل على درس وما يخشش على التانيين. فما يشوفش الملحوزة دي او ما يسمعهاش. لازم تستعمل ايه البيريفكس? انا بستعمل هنا الكود دايريكت من غير اي بريفكس عشان اختصارا لوقت الفيديو. طيب. الترانزيشن بوروبرتي بيطلب منك الخواص اللي انت عايز تعمل لها الانتقال. تأسير الانتقال. في الكود المختصر هنا كنا عاملين ويتس وباك جراوند كالر. هنعمل نفس الموضوع ما فيش اي اختلاف هيحصل. ويتس وباك جراوند كالر. اوكي. نتكلم بقى شوية عن الترانزيشن بروبرتي. الترانزيشن بروبرتي الديفولت باليو بتاعته. الديفولت باليو يا جماعة حاجة اسمها اول. يعني ايه اول? يعني جميع الخواص اللي ينفع يتعمل لها انيميت او يتعمل لها انتقال. هي دي اللي عمل لي عليها الموضوع ده. فممكن انت تقوله ترانزيشن بروبرتي اول. كل الخواص. لكن انت كمحترف وكواحد بيدور على الاداء. انا هعمل انتقال للويتس بس. ايه لازمت ان انا اقول له اول? انا ممكن اكون عايزه ما يعمليش الترانزيشن في الباكجراوند. عايزه بس في الويتس. فلما اقول له اول هيعملي في كله. انما هما ليه? ليه اخترعوا ان انا اعمل ويتس وباكجراوند لوحده والكلام ده كله? لازم تكون فاهم. ما ينفعش ان انت تحفظ. لازم تفهم كل الحاجة مية في المية. كل حاجة اتعملت ليه? مفيش حاجة في الدنيا اتعملت غلط. مفيش حاجة اسمها هي كده. هي كده دي بتاعت الناس اللي مش فاهمة. ليه عمله وليه عمله ويتس وباكجراوند كرر ومش عالفيه? حد يقول لي يا عمي حط هنا اول ولا هي حدماغنا معاك. هي اول بتعمل انتقال لكله وخلاص. طب افرد انا مش عايز اعمل انتقال لكله. انا عايز بس الويتس. والهيت لأ. هروح مستعمل هنا ويتس. طب انا عايز الهيت والويتس لأ. هكتب هنا هيت والويتس لأ. والله عايز كله? اكتب اول خلاص انت عايز كله اكتب اول لكن لازم يكون عندك ان انت تختار حاجات تاني. ده الفرق بين ان انت تعرف ليه ليه تكتب اول وليه تكتب ميزة من الميزات بس او ميزتين او تلاتة او عشرة زي ما تحب. طيب وعندنا حاجة يا جماعة اسمها لو انت عايز تلغي الانتقال من اي خاصية. وده برضو يا جماعة لو انت مسلا شغال وعايز عند مسلا حاجة معينة تحط للخاصية دي لغي لك اي انتقال انت بتعمله. عشان انا بعارفين والخواص زي ما انتم شايفينها اللي احنا هنكتبها بادينا دي. عندنا معلومة تانية مهمة جدا لازم تكون عارفة. لو انا كتبت كلمة بس كده زي ما انتم شايفين بيطبق الانتقال على وكل الشورت كود الخاص بيها. كل اللي تحتها. دي الكود المختصر لباكجراوند كالر وباكجراوند ربيت وباكجراوند كل دي الكود ده الواحدة واختصار ليها. مسلا 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 على سبيل على سبيل المسال اقولت له فونت مسلا فونت ده بعيدا عن Mins هو ينفع يتعمل له انتقال ولا لا فونت ده اللي هو الفونت سايز واللي هو الفونت فاميلي واللي هو الفونت ويت والا هو الكلام ده كله والفونت س JYP يبقى انت لو كتبت بس فونت يجب لك كل الخواص اللي تحت وتعمل لها animes. يبقى انت لازم تكون عارف ان ان انت هتكتب هنا background color. عشان انا بس عايز background color اللي تعمل له animate. ماليش علاقة بال background التانية. ولا اي خواص تاني في background. طبعا ده ينطبق على العموم. مش على background بس. عشان بس تبقى عارف المعلومة دي معلومة متقدمة. علشان بس تحترف الموضوع وتبقى فاهم مياه. طيب. الدرس اللي فات يا جماعة. قلنا. علشان الترانزيشن يتم. لازم تكتب البرو بيرتي والديوريشن. لازم الديوريشن يكتب مع البرو بيرتي. ما يفعش اقول له خاصية وما اقول لهش الديوريشن قدي. عايزين تتأكدوا من الكلام ده? هنكتب بس الخاصية. ومش هنكتب ديوريشن. وهنشوف هتشتغل ولا لأ? يمكن انا كلامي غلط. هدوس عليها بصوا. مفيش. مش هتشتغل. الانتقال بيتم في اللحزة. في الزات واللحزة. مفيش. مفيش اي تأثير. لان انت ما كتبتش الديوريشن. لازم تكتب الديوريشن. عارفين ليه لازم تكتب الديوريشن? عشان هتشوفوا المعلومة دي دلوقتي. لما اجا اقول له بتاعت الديوريشن اصلا 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 الديوريشن. يبقى انت كاينك بتكتب له ترانزيشن ديوريشن زيرو سكن. بيتم الانتقال اه بس في زيرو سكن. ما تلحقش تشوفه. شايف? زيرو سكن. مفيش. فهو انت لو ما كتبتهاش. هو بيكتبها لك باي ديفول زيرو سكن. اللي هي القيمة اللي افترادية لها. لازم تكون عارف ده. يبقى انا مطلوب مني. علشان اعمل ترانزيشن صحيح. لازم اكتب اللي هي الخاصية اللي هعمل لها انتقال. ولازم اكتب الديوريشن اد ايه. انا طبعا هنا ما كتبتش. انا بوريكم الديوريشن اللي انتم شايف هنا. سفر سكن. طيب ايه هو يا جماعة? هو الوقت اللي بيحتاجه العنصر للانتقال من حالة لحالة. يعني ايه الكلام ده? يعني بتاعي هنا مية. والويتس بعد الهوفر متين. يبقى الحالة الاولى مية والحالة الاولى التانية عايزة في متين. يبقى هو الوقت اللي بيحتاجه العنصر للانتقال من الحالة مية للحالة متين. ونفس الموضوع هو الوقت اللي بيحتاجه العنصر للانتقال من اللون ده للون ده. هو ده يا جماعة. هو ده وقت الانتقال اللي احنا بنتكلم عليه. الوقت ده بيقبل ثواني او ميل سكند. بيقبل سكند او ميل سكند. ممكن اقول له وممكن اقول له عادي الاول. شايفين? ثانيتين. وممكن اقول له اربع تلاف اللي هي اللي هي اربع ثوانية. بصوا ازاي? اهو. يجي حد يقول لي لحظوا معي ان انت كتبت للاتنين. هو كده اعتمد لدي ودي. طب حد يقول لي لا يا عم انا راجل معقد انا. عايز كل حاجة اكون عارفها. عايز اعرف الويتس ازاي يعملوا الواحد والباكجراوند الواحد ومش محتاج اشرحها يا جماعة. الناس اللي هي عندها افق زيادة شوية هي بعارف ان انا هعمل كومة بين التوقيت. عايز اللي سريتين وعايز للباكجراوند عشر ثواني. واقول له بصوا معي كده على باكجراوند هتقعد اه دي عشان تتنقل لللون الازرى. هتقعد عشر سوانة زي ما انا شايفين. ناكس الموضوع عشان الناس تتاكد هحط هنا عشر ثواني وهنا ثانيتين. ايبGE انا قلت له للوتس عشر ثواني وقت الانتقال من الحالة الاولى للحالة الثانية. قلت لهvens كالر هياخد ثانيتين للانتقال من الحالة الاولى للحالة التانية. وعمل واشوف هتلاقوا في سانيتين اتنقل اللون لكن الويتس هيفضل عشر ثواني لحد ما يتنقل من الحالة الاولى للحالة التانية. وكده يا جماعي بعرفنا يعني ايه ويعني ايه وكون عرفنا كل حاجة فيهم بالتفصيل الممل. فضلنا معلومة واحدة بس 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 مهمة جدا. هنشوف مع بعض مقال. مع بعض دلوقتي حالا. في الموقع الرائع متزلة ديفولوبر نيتورك. اسمه انيميتد بروبرتس. سي اس اس انيميتد بروبرتس. زي ما شايفين كتبلكم. كل انصر في سي اس اس عندنا كل اي بروبرتي هتقابلها في حياتك هيكتبها لك هنا ويقول لك ينفع يتعمل لها انيميت ولا لأ. نروح لحاجة زي الكلر هتلاقي مكتوب ياس از اكلر. يبقى معنا كده ان انا ينفع عمل انيميت للكلر. كل ده تبقى شايفه. حاجة اسمها بريك بيفور نو. حاجة اسمها حايفن نو. حاجة اسمها تكس الاين لاست نو. حاجة اسمها وايت سبيس نو. تروح لديكست ديكوريشن. تكست ديكوريشن ياس. تفدل تشوف الكل حاجة قدامك الوردر بتعمله ياس. كل الخواص اللي ان شايفها دي. تقدر تعرف منها انت تقدر تحط الخاصية دي في ترانزيشن ولا لأ. ده الموضوع ده بس يا جماعة مارجن شايفين المارجن ياس تقدر. كل يا جماعة الموضوع ده كله اختصار الموضوع ده كله. المكان ده يحطه لكم ان شاء الله في وصف الفيديو عشان تقدروا توصلو له. ولو حملت الفيديو انت بعيد عن اليوتيوب او شفته في البيت او اي حاجة باختصار تقدر تكتب في جوجل تكتب جنبها كلمة اللي هي الموزلة عشان يوسلك للمكان ده. طيب اختصار الموضوع هنا ان انا احفز الحاجات دي? لا طبعا انت مستحيل تحفز كل الحاجات دي. اختصار الانتقال ده وبقاش لها اي لازم انت تكتبها. ممكن واحد فاهم خلص انا عرفت ان انا اي عنصر عايز اعمله انيميت مهما كان العنصر ده هروح كاتب اول ورايح دماغي زي ما انتم شايفين كل حاجة عندك هيعمل لها انتقال والتأثير هيمشي عليها عشان ترايح دماغك. احنا بس عارفنا ليه بنكتب الخواص هنا? علشان لو انت عايز بس خاصية معينة او عايز تمايز خاصية عن التانية تكون عارف الموضوع ده. زي ما انتم شايفين يا جماعة الدرس يكون سهل وبسيط. واشوفكم ان شاء الله في الدرس الجاي مع وعشان نبقى خلصنا جزء كبير من ونبدأ ان نطبق عليه. ويا رب الدرس يكون عجبكم اي حاجة تققى قدامك تقلل تسآني في القناة او على في الفيسبوك او على الاسك. واشوفكم الدرس الجاي بازن الله واشكرا.